رغم تأخر إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي إلا أنه خطوة إيجابية لتنشئة الأطفال على قيم كونية في إطار تكافؤ الفرص ونبذ أشكال التمييز بما يهيئ النشأ للحياة الاجتماعية ويعزز تماسكها وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية كانت هناك كثير من المحاولات ولا تزال في عملية إدماج حقوق الإنسان في مناهج التربية أعتقد بأننا سنعمل مراقعة شاملة لما تم سنبني عليه ولا نتجاوزه على الإطلاق ولكن هناك تجارب عربية ودولية هامة في هذا الموضوع إدماج مفاهيم حقوق الإنسان ليست مادة مفردة وليست محاضرات ولكنها كما قلت تقافة تنعكس بسلوكية الفرد والمجتمع تكريس قيم حقوق الإنسان في علاقة الطالب مع أفراد عائلته ومجتمعه مع اعتبار المضامين الاجتماعية والثقافية والسياسية موضوعات أساسية ستركز عليها مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية من خلال نظرة الفاحصة للمجتمع نلاحظ أن مستوى التعليم أولا مستوى هابط مستوى القيم ممكن نقول برضو هابط لأن تربية الأجيال في المجتمع اليمني لا يعتمد على تنمية قيم الولاء للوطن قيم التسامح المحبة الموجودة في المناهج الدراسية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل خاصة وتأهيل الطلاب تأهيلا علميا يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم في الأيام السابقة في جامعي وليس دار ما معنى حقوقه غد طفل ولا دار ما معنى حقوق الإنسان فهي مرحلة جيدة جدا أنه الأيام المقبلة أنه الإنسان يفهم حقه في الحياة ليش هو عايش أصلا تعددت الآراء ووجهات النظر بشأن خيارات تعلم حقوق الإنسان في المناهج فثمت من يرى أن تستقل حقوق الإنسان بمناهج خاصة بحيث تعنى بالمواقف والمعارف والمهارات والاتجاهات بلقيس أحمد اليمن اليوم صنعاء